بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أبناء الطلاب في هذه المحاضرة التي تتعلق بفائدة علم أصول الفقه واستمداده وحكم تعلمه نبدأ أولا بالحديث عن فائدة علم الأصول فنقول إن فوائد علم الأصول متعددة منها أولا القدرة على استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية فإن علم الأصول يضع القواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وبهذه القواعد يكون المجتهد قادرا على الاستنباط والاجدهاد ثانيا الاطمئنان إلى ما نقل إلينا من أحكام في كتب الآئمة المتقدمين الذين ملكوا ناصية هذا الفن ودونوا الأحكام التي تدل على علو كعبهم ورسوخ أقدامهم مبنية على قواعد راسخة وأسس ثابتة ليس فيها اتباع للهوى ولا تلبية لرغبات النفس ولا شهواتها ثالثا التمكن من استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة التي لم يتعرض لها الأئمة السابقون وبذلك يتحقق معنى دوام الشريعة ومناسبتها لكل زمان رابعا الرد على الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام وتكيل له التهم في أصله الأصيل فبقواعد هذا العلم يمكن الرد على هذه الشبهات التي تثيرها الفرق الضالة خامسا جعل المقلد الذي درس هذا العلم على بينة من مآخذ الأحكام التي جرى عليها إمامه وهذه المعرفة تورثه الطمأنينة فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأقرب إلى الامتثال وأما استمداد علم أصول الفقه فإن علم الأصول يستمد من علوم ثلاثة أولها علم أصول الدين ويعبر عنه بعلم التوحيد لأن أصول الفقه هو أدلة الفقه والعلم بكون هذه الأدلة حجة مفيدة للأحكام شرعا متوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف في غير هذا العلم الثاني علم العربية ووجه استمداد الأصول من علم العربية أن أصول الفقه هو أدلة الفقه ومعرفة دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة متوقفة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية ولأن الإجماع والقياس يرجعان إلى اللغة أيضا أما العلم الثالث فهو علم الأحكام الشرعية ووجه استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية أن المقصود من هذا العلم هو إثبات الأحكام أو نفيها بالأدلة ولهذا كان لابد من العلم بحقائق الأحكام بمعنى تصور هذه الأحكام ليمكن إثباتها أو نفيها في الأصول وقد زاد بعض العلماء علما رابعا يستمد منه أصول الفقه وهو علم الحديث لأن أصول الفقه يشمل الكلام في الأخبار وذلك من حيث مراتبها ودرجاتها في القوة والضعف أو الثبوت وعدمه فيقف على المتواتر والآحاد ويقف كذلك على المتقدم والمتأخر ويعرف كيفية الترجيح بين الأخبار عند تعارضها ورد اعتراض على أصول الفقه بأنه قليل الفائدة لأن أصول الفقه نبذ متفرقة جمعت من علوم مختلفة نبذة من النحو ونبذة من العقيدة ونبذة من الأحكام وغير ذلك فيكون أصول الفقه قليل الفائدة بالنظر إلى ذلك والجواب عن هذا الاعتراض بمنع ذلك لأن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون لأن كلام العرب متسع جدا ولأن النظر فيه متشعب فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر زائد على استقراء اللغوي كدلالة صيغة تفعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم وكون كل وأخواتها للعموم وما أشبه ذلك من المسائل التي لم يتعرض لها أهل اللغة وبحثها الأصوليون بدقة واستفادة وغير ذلك من الفوائد التي اختص بها علم الأصول بحيث لا يشاركه فيها علم آخر وصلنا الآن إلى حكم تعلم أصول الفقه فنقول إن تعلم أصول الفقه فرض على الكفاية والسبب في ذلك أن معرفة علم الأصول ضرورية للفقه في الدين ومعلوم أن الفقه في الدين فرض على الكفاية يقوم به من تتحقق بهم مصلحة الأمة الإسلامية في معرفة أحكام دينها وما يستجد من الحوادث في حياتها حتى تنضبط أعمال المكلفين بأحكام الشرع وميزانه ومن المعلوم أن حكم الله تعالى في المسائل لا يمكن الوقوف عليه إلا بمعرفة علم أصول الفقه وذلك لأن المكلف إن كان عاميا ففرضه السؤال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا بد من انتهاء السائلين إلى عالم يبين الحكم وهذا العالم لا يمكنه معرفة حكم الله إلا بطريق لأن الحكم بمجرد الهوى والتشهي غير جائز ولا معنى لأصول الفقه إلا تلك الطرق فصار تعلمه فرضا لذلك وأما أنه فرض على الكفاية فلأنه لا يجب على الناس بأسرهم طلب الأحكام بالدلائل المفصلة فإن ذلك غير مقدور لكل إنسان ولأن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه الآية ظاهرة في أن التفقها في الدين فرض على الكفاية يقوم به من تتحقق بهم مصلحة الأمة الإسلامية في معرفة أحكام دينها موسيقى